أفهم منك لم يتهم أحد الشعب الأوكراني أنه شعب نازي وأنما قلنا السلطة الأوكرانية التي وضعوها الغرب ليس شعب الأوكراني شعب الأوكراني شعب سلينسكي يعني زلينسكي نازي زلينسكي نازي أنت تقول قيادة نازية قيادة نازية زلينسكي ممثل أن يجيد تمثيل على شعبه شيء كويس حقيقة ليس أكثر ممثل هل تعلم أن 90% من الشعب الأوكراني وأكثر يؤيدون الرئيس زلينسكي 90% وأكثر الآن بعد صموده يا دكتور هيثم في كييف وتحديه للدب الروسي لثاني أقوى جيش في العالم تحول إلى بطل قومي زلينسكي يلي تصفه بالممثل إذا ممثل وعمل هيك بالروس لن يتحول إلا في وسائل الإعلام الأوكرانية ووسائل الإعلام الغربي المساندة لهذه الحرب الموالي للنيتو عملاء النيتو حقيقة هناك ثلاثة أربعة دول في العالم سبع دول تتحكم في العالم فهذه الدول ليس لهم للأسف الشديد ليس لهذه المكان فتجري وتسير أعمال هذه الدول التي تحتضنها بس مش هاين مش هاين ممثل يصمد أكثر من أربعة أشهر الآن بوجه الآلة العسكرية هو لا يصمد الروسية مش هاين شو هالممثل يعني ستين دولة تقريبا تساعده بجميع أنواع الأسلحة والاقتصاد والإعلام وهذاك فهو فحقيقة اليوم روسيا تواجه العالم ليس العالم الحلف الغربي يعني ليس العالم الصين لا تواجه الصين لا تواجه الهند لا تواجه البرازيل لا تواجه الأرجنتين ما هذاك فهناك أكثر من نصف البشرية كمان هناك أكثر من نصف لا يقفون مع هذه مع الغرب طيب حتى أختم معك أخي محمد هل يمكن أن تتحول كراماتورسك إلى مقبرة للقوات الروسية؟ ربما ليست كراماتورسك بل حتى المناطق التي الآن يوجد بها يعني تتواجد فيها القوات الروسية وهذا ليس كلامي الجيش الأوكراني يعلن تباعا أنه سيبدأ مثلا يعني تم الإعلان عن بدء عملية تحرير خرصون مقاطعة خارفوب بدأت تتحرر وتسعين بالمئة من مقاطعة خارفوب أصبحت بيد الجيش الأوكراني قطاع الدنباس هي معركة كبيرة لا يمكن القول أن الجيش الأوكراني سيصمد مئة بالمئة ولا يمكن القول أن كراماتورسك تسقط بشكل سريع ولكن ربما يمكن القول أن معركة قطاع الدنباس الأساسي وهو سلابيانكي كراماتورس كوستانتينوتا وبخموت ستكون هي المعارك الكبيرة وستذكرنا بمعارك الحرب العالمية الثانية شكرا جزيلا وجودك معنا الكاتب الصحفي محمد البابا من كراماتورس كالله يحميكنا تمنى لك السلامة